نحن الآن بصدد الدخول إلى مقر مكافحة الجريمة المنظمة في فرع المنطقة الوسطى كأول قناة تحصل على تصريح حصري بالدخول إلى هذا المكان الذي يتم التحفظ في داخله على قيادات من داعش وعلى عناصر من داعش كانت مسؤولة بشكل أو بآخر على تكوين التنظيم في ليبيا كأول قناة حصلنا على التصريح للدخول إلى السجن وإجراء مقابلات حصرية مع قيادات من داعش سنلتقي مع أبرز قيادة من داعش وهو أول من عاصر تكوين التنظيم في ليبيا تنظيم داعش الذي كان يسيطر على مدينة سرد العام الماضي هناك الكثير من الأسرار والكثير من ما يمكن الحديث حوله بين ثنايا ذاكرة هذا القيادة الذي سنتقي العديد لنكشف عنه في هذه المقابلة الحصرية التي سنجريها بعد قليل حصريا لقناة أخبار الآن ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة